اشتركوا في القناة وخلال الاجتماع تم استراض عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها الموافقة على اعتماد 1130 من مواصفات قياسية اختيارية و10 لوائحة فنية وسحب مواصفة قياسية ولائحة فنية خليجية على المستوى الوطني وذلك بعد أن استكملت اللجان الفنية المحلية المختصة تابعة للجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس من دراسة تلك المشاريع والتأكد من ملاءمتها للتطبيق في مملكة البحرين واستكمال الاختار عنها لدى منظمة التجارة العالمية تلبية لمتطلبات اتفاقية إزالة العوائق الفنية أمام التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية أكد سعادة السيد عبدالله بن عاد الفخر وزير الصناعة والتجارة الحرص على مواصلة تسهيل ممارسة الأعمال والأنشطة التجارية في مملكة البحرين وذلك من خلال تطوير التشريعات المنظمة وتبسيط الإجراءات التي ترفع من جودة وكفاءة الخدمات الحكومية المقدمة لمختلف المتعاملين بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والإجراءات التجارية ويدعم استقطاب المزيد من الاستثمارات جاء ذلك لدى مشاركة سعادته في حفل غدا أقامه نادي روتاري السلمانية وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات البارزة ورجال الأعمال المهتمين بالقطاع الصناعي والتجاري والآن نترككم عدال أسواق المالية الخليجية أعلنت طيران الخليج النقلة الوطنية لمملكة البحرين عودة رحالاتها الموسمية إلى العلا في المملكة العربية السعودية وذلك ابتداء من السادس والعشرين من شهر نوفمبر وحتى الخامس والعشرين من فبراير الفين وخمسة وعشرين وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تعزيز شبكة وجهات طيران الخليج وتوفير المزيد من خيارات السفر المريحة المتنوعة لعملائها واستنادا إلى النجاح الكبير الذي شهده تجشين رحلات طيران الخليج الموسمية إلى مطار العلا الدولي في فبراير الفين واربعة وعشرين ستسير الناقلة هذا الموسم رحلتين أسبوعيتين باستخدام طائراتها من طراز A320 تعتزم شركة واوي الصينية بدأ إنتاج أحدث شرائحها للدكاء الاصطناعي بكميات كبيرة في الربع الأول من عام الفين وخمسة وعشرين في ظل المصاعب التي تواجهها بسبب القيود الأمريكية التي تحد من إنتاجها كما قامت واوي بإرسال عينات من أحدث منتجاتها من الشرائح إلى بعض شركات التكنولوجيا وبدأت في تلقي الطلبات وتستهدف واوي بهذه الشريحة منافسة شركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية إنفيديا